اشتركوا في القناة اشارة عودة تركيب السيارات من نوع اكسنت وهذا بحضور الشريك الكوري الذي ابدى فرحة بعودة الشراكة الكورية الجزائرية في مجال تركيب السيارات خاصة ان المصنع تم استرجاعه وهو اليوم ملك للدولة حسب تأكيد المدير العام المكلف بالتسيير جاب الله خالد لجريدة الشروق والذي كشف عن استدعاء ما مجموعه 158 عامل كمرحلة اولى لتسيير رواقين فقط فيما سيتم فتح باقي الاروق الخاصة بالانتاج على مراحل ما سيمكن من استدعاء اكثر من 700 عامل مستقبلا وعن سعر سيارة هيوندي بالسوق الجزائرية فقد اوضح بجاوي عبدالرحمن المدير الاستراتيجي ان سعر السيارة المركبة محليا بولاية تيارت سيكون ارخص من سعر السيارة هيوندي المستوردة من الخارج كما ان الانتاج سيصل الى 100 الف سيارة سنويا بكل من محطة تيارت للتركيب ومحطة فرندة التي ستدخل الخدمة ايضا واضاف المدير العام خالد جاب الله ان محطة خميستي بولاية سمسيلت ستدخل مرحلة تصنيع لواحق السيارات لذات العلامة وكل ما تعلق بالمواد البلاستيكية للمركبات وبهذا الشأن سينطلق مجمع تيارت لتركيب السيارات في المرحلة الصناع الحقيقية مستقبلا ان شاء الله وهو ما تعول عليها الدولة الجزائرية اما بخصوص الاسعار الحقيقية لسيارة هيوندي اضاف ذات المتحدث ان الفصل فيها مخول لمدير التجارة بالجزائر العاصمة وسيتم تحديد اسعارها مستقبلا ان شاء الله اذ يركز المجمع حاليا على الانتاج كون سيارات هيوندي مطلوبة بكثرة بالسوق الجزائرية والعالمية ايضا والهدف المجمع حاليا هو الانطلاق الحقيقي في توظيف الشباب البطال وفي الاخير خلاصة من هذا المقال مدام المصلع ملك للدولة والاسعار ستحددها وزارة التجارة نتفائل خير ان شاء الله سلام